أطلق صباح اليوم وزير الانتاج والرأي والمعدات الزراعية سيد جامر سيليك عمال الورشة الوطنية لاعتماد حصيلة القطاع الريفي في شات كان ذلك بحضور وزيري الثروة الحيوانية والبيئة وممسل مضامة الأغزية والزراعة والاتحاد الأوروبي في البلاد تقرير أحمد ياسين أبد الرحمن تجديدا للقوانين السابقة المنظمة لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد السمكي بالبلاد فقد عرضت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التوجيه الرعوي والزراعي والصيد حصلت عمالها لمناقشتها واعتمادها رسميا لتصبح في المستقبل قانونا ينظم القطاعات الزراعية والرعوية رئيس اللجنة المنظمة لهذا الحفل فقد رحب بالجميع مثمنا جهود الأعضاء والشركاء الدائمين لتسهيل وتذيل العقبات من أجل إكمال عمل اللجنة من جهته ممثل منظمة الأغزية والزراعة بالإنابة أشاد بعمل اللجنة وما قدمته من أعمال تدخل في صميم سياسة منظمته الداعية إلى التنمية المستدامة مجددا تعهدات منظمة الأغزية ووقوفها الدائم مع البلاد في تحقيق البرامج والخطط التنموية الهادفة أما الكلمة الأخيرة فكانت لوزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد جامل السليك والذي سرد فيها الموارد والإمكانات المتاحة للإثثمار الزراعي والرعوية والتي تقارب العشرين مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المستصلحة والتي تقدر بستة فاصل خمسة مليون هكتار وثروة حيوانية هائلة وهذه الموارد تتطلب قوانين واضحة ومنظمة لها من أجل الاستفادة القصوى منها وتحقيق التنمية المستدامة دون إلحاق الضرر بالبيئة والتربة ترجمة نانسي قنقر